ترجمة نانسي قنقر 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 اختفنك سنحن في الحضور وفندرت وفليست الحضور الكريم أستسمعكم إذا ما أخذت قليلا من موتكم ولكن أغاني الله من أن أتقدم بالشكر الجزيل ولعي الحام الكثير لبنتي لبني شيخي الأستاذ جليل سيد بيمون بالرسول رئيس الجزي العلمي وإلى الأخذ كريم الدكتور سبحان بن حاج في جميع أنحاء هذا الإقليل وهو من لدان كان سببا في تطوير الشأن الديني بهذا الإقليل حتى أصبح نراه نراه في نجال القروي كما نراه في نجال الحواري ولهم منا ومنكم جزيل أمين حسنا عليه ومنكم حسنا حسنا في أحسنا وشخاص ومنكم ومنكم تأشتهم أو الله من صور من جقي من رأى آمين منطقة آمين أمين 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 جديد أمين سلا زى منصور احفظه وينده رفقه واحفظه أين مهد وطحانه ضرم احفظه بما حفظه السبع النتاني يا رحمة الرحمين يا رحمة العربي ضرم اقف عينه بولي علي سمول الولي الحسن ضرم انبته النبات الحسن وشبت عرضه بشقيقه مرشي والسائل أفراط الصديق الكريم ضرم احفظ هذه بلد اجعلوا بلد آجر مستقرة وسائل بلاد المسلمين اللهم أحب بلدنا هذا مسقنا وأقسنا اللهم يا موغيث أقسنا ويا جواد علينا ويا كريم أكرمنا اللهم أحسي إلينا اللهم أكرمنا ولا تهننا أعزنا ولا تذلنا رفة الله أمرنا وكسرنا إلا لا نغفرنا دنوبنا وكفر عن ناس جيئاتنا وأصلح وادنا وأصلح شؤوننا فأصدق لبادك وبهيمتك ينشر رحمتك وأحب بلدك الميت فأحفظ حدودنا وغذلنا ورشونا وأرضنا بما حفظت به ذكر الحكيم وصد الله ووصد على سننا وحبه على الآلاء سبحانه ربك وإلا أستجامنا وإلا أستجامنا وإلا أستجامنا سي صبر يا هذا العلامش قالنا بأنه رأى أول مساعدة هي مرأة مساعدات خورة كيف مرأة خنيفة وإلا أحضرت شيئا لا أستجامنا سي صبر سي صبر بسم الله الرحمن الرحيم وصد الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه متواجدون الآن بمسجد ولاد عبد الله بولاد ستوت الذي يتم الآن افتتاحه بعد إكمال بنائه والانتهاء من جميع الإشغال من فراش ومن صباغة وغيرها وجز الله خيرا جميع المحسنين خاصة الجمعية التي تكلفت بالبناء وقامت بتهيئته هذه التهيئة الجميلة جدا ونجد الله تعالى أن يتقبل من المحسنين جميعا ونشكر الحضور الذين حضروا في هذا الافتتاح وكان حضورا حاشدا يليق بمقام هذا المسجد وكما نشكر موقع زي ستي الذي وكب هذا الحفل من أوله إلى آخره العقبة إن شاء الله للمساجد الأخرى والسلام عليكم مرحباتكم بسم الله أحمن الرحيم بسم الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى أهلية أجمعين أحمد بالحاج من دول إقليم نشوان السلامي بالنظور أولا نشكركم شكروا بموقع زي ستي للتقطيع ديروا لهذه الحفل الحفل الذي أقيم في هذا المسجد المسجد أولاد عبد الله الذي وعيد بنائه في هذه السنة المباركة وتم افتتاحه خلال شهير رمضان إلا أنه ساكنة هالدوار ما كانش بالإمكان أنهم يحضروا في ذلك الوقت لذلك تم تعجيل هذه المناسبة إلى هذا اليوم المبارك وأنتم تعلمون بأن عدد بناء هذه المسجد هي عدد مهم من سجد يعاد بنائها في هذا الإقليم المبارك من هذا المسجد الذي أعيد بنائه لذلك في هذا شهر المبارك شهر رمضان تم فتح ست مساجد في هذا الإقليم من أجل صلاة فيه وصلاة تراوح فيه من ضمنها هذا المسجد المبارك الجيد ولاد عبد الله أشرفت عليه جمعية ولاد عبد الله مشكورة مأجورة وبمعية المحسنين من هذا الإقليم وكذلك من المحسنين من الجالية المقيمة بالخارج سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يتقبل من المحسنين كما نشكر إخواننا الحاضرين معنا الذين جاءوا من أماكن مختلفة من هذه المنطقة لإشهدوا احتفال اتفاء بهذا اليوم المبارك اللي تشاهدوا فيها أنه لقور إعادة بناء المنجليد كما نبدو سبحانه وتعالى ندعو من خلالكم إلى جميع المحسنين بهذا المنطقة أنهم يبضروا لكي نساهموا كذلك في بناء المساجد المناطق وهي محتاجة إلى مساجد وكذلك مناطق التي يتم فيها إعادة بناء المساجد كما نشكر جميع العلماء الحافرين العناة والفقهاء والمحسنين من أبنائها من المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى كإقليم إدري ويش وإقليم أقاليم أخرى من بركان وغيرها وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري واحل العقدة من لساني فقه قولي وبعد أولا أحيي زيو سيتي على هذه التغطية وعلى هذه العناية التي توليها ببيوت الله عز وجل وبالمساجد والحمد والله الحمد نعيش لحظات من أجمل لحظات وهي وهي افتتاح مسجد الفجر الكائن بدوره الله عبدالله هذا المسجد الذي يقع على مساحة رمية متر مربع يحتوي على سكن للإمام وسكن للمؤدين وكذلك مصلى للنساء هذا المسجد الذي كان بداية بنائه سنة ألف وتسامية ألفين وتسعطاش وتم الانتهاء من بنائه إلى حدود ألفين واحد وعشرين هذا المسجد ولله الحمد نتيجة مجموعة من المساهمات والتعاون بين الجالية المقيمة بأوروبا وكذلك المحسنين وكذلك المحسنات فوفق الله عز وجل المجموعة بأكملها بما فيها أعضاء الجمعية والمحسنين والمحسنات لبناء هذا المسجد ولإخراجه للوجود وفتح أبوابه للمصلين فهو بحمد الله عز وجل سوف يشهد لأول مرة صلاة الجمعة والساكنة مشتاقة إلى هذه الصلاة صلاة الجمعة لأن المسجد الذي تقام فيه الصلاة الجمعة يبعد عنه بحوالي عشرين كيلو متر مربع فلذلك يجدون مشقة لحضور صلاة الجمعة فلذلك كان من فضل الله عز وجل أن وفقنا ووفق الله تعالى القائمين على المسجد بأن يكون مسجدا جامعا للصلاة الخمس ولصلاة الجمعة ونحن إن شاء الله سنعين إن شاء الله تعالى بأن يكون مكانا لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية بحوال الله وقواته وأجدد شكري إلى موقع زيو سيتي على عنايتهم وعلى جهودهم وعلى ما يقومون به في تنوير الرأي العام وأقول متمعون وأستغفر الله لولاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة